اشتركوا في القناة لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الآب أيها النساء اخضعنا لرجالكنا كما يليق في الرب أيها الرجال أحب نساءكم ولا تكونوا قصاء عليهم أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب أيها الأباء لا تغيزوا أولادكم لأن لا يفشلوا أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب وكل ما فعلتم فعملوا من القلب كما للرب ليس للناس علمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميروس لأنكم تخدمون الرب المسيح وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه نعمة الله الآب تكون مع جمعنا أمين أحب قبل ما أبتدي عزة اليوم وتأمل اليوم أننا أذكر أننا في كنيسة التجلي المجيد في المقر البابوي في دير القديس الأنبى بشوي بوادي النترون في مصر ودي أول مرة نوجه العزة بداية يوم الأربع في اجتماع الأربع من خلال وجودنا في الدير أحب أذكر في البداية بعض الأخبار يوم الحد اللي فات نشكر الله أنه أتم لنا اختيار مطران القدس نيافة المطران الأنبى أنتونيوس مطران الكرسي الأرشاليمي والشرق الأدنى وكان فيه احتفالية تفرح في العشية يوم السبت والرسامة في يوم الحد وكانت فرحة كبيرة في الكنيسة وصاحب الفرحة ده هي ترقية سبعة من الأباء الأساقفة من ضمنهم أسقف القدس أنبى أنتونيوس اللي ترسم في نفس اليوم لرتبة المطرانية الجليلة وكان الهدف من كده الأساسي أنهم يشاركوا في تجليس المطران الجديد في أرشاليم خلال الأسبوع القادم إذا أراد ربنا وعيشنا وتمت الاحتفالية دهية بالسيامات بالترقية في المقر البابوي السابق في كنيسة المرقصية في كلوت بيه بالأسبكية بالقاهرة وطبعا خدنا فيها باركة الأباء البطاركة اللي تجلسوا وعاشوا وقادوا الكنيسة خلال سنوات حبريتهم في تلك الكنيسة لمدة 200 سنة حوالي 8 من الأباء البطاركة آخرهم القديس البابا كيرلوس السادس أيضا بنشكر الله أنه أعطانا سيمينار المجمع المقدس اللي كان مؤجل من شهر نوفمبر الماضي أتمناه بنعمة المسيح في نهاية شهر فبراير من الأحد الماضي حتى دهر النهاردة الأربع كان سيمينار شارك فيه أكثر من 109 من الأباء المطارين والأباء الأساقفة وكان الموضوع المخصص للسيمينار الخدمات الكنيسية والأسرة القبطية والحياة تقدمت فيه مجموعة من الأبحاث القوية واللي بتفيد مجالات خدمة الأسرة بصفة عامة تقدمت فيها أبحاث عن المبادئ الكتابية للأسرة ونشأتها وعن المشورة اللي تقدم في مجال المشكلات الممكن تنشأ عن طرق افتقاد الأسرة عن طبيعة الأسرة في المهجر وطبيعتها هنا في مصر وأيضا عن صحة المرأة باعتبار أنها عماد في كل أسرة والحياة كانت مناقشات سرية جدا بجوار مناقشة قانون الأحوال الشخصية اللي سيقدم من الكنيسة للدولة ياخد مجالاته أو مجراه يعني في القنوات الرسمية ونشكر الله أن كل الأمور كانت فيه طيبة والمحبة كانت سائدة والاتفاق كان أكثر من رائع ما بين جميع الحضور من أباء المجمع المطارينة والأساقفة في كل المناشات وفي القرار الأخير اللي خدناه نشكر الله المجمع المقدس بيعمل عملين كل سنة مجمع جلسة رسمية بتبقى دايما في نهاية الخمسين والجلسة دي تصدر منها قرارات دي جلسة رسمية بيتعدى العدد الموجود فيها وابتاخد فيها القرارات وكل سنة بنعمل السمينار السمينار عبارة عن حلقة دراسية مخصصة لموضوع نناقش فيها موضوع ما من جوانب كثيرة وعشان يبقى فكرينا فكر واحد جلسة السمينار أو جلسات السمينار عشان ناخد بها توصيات ممكن تترفع للمجمع فيما بعد وتقرر كقرارات فده النظام عشان ما نخلطش ما بين السمينار وما بين جلسة رسمية بتاعة المجمع أحب كمان أن أسني على الخطاب اللي ألقاه السيد رئيس الجمهورية منذ حوالي أسبوع قبل سفره الأخير وطلب فيه من كل شعب مصر في صندوق تحيا مصر عبارة صبح على مصر صبح على مصر أحب أن أشجع كل أولادنا كل كنايسنا في مصر وفي خارج مصر بهذه المبادرة صبح على مصر من خلال رسالة بتقدر تبعثها من خلال الموبايل في أي مكان وده بيساهم في تدعيم الاقتصاد المصري وتدعيم الحياة على أرض مصر وده الحياة عمل حلو جداً ويعود بالفائدة على كل المصريين في كل مكان كان مفترض أننا أكون النهاردة وبكرة في بنسويف في الخدمة أنا باعتذر على أننا أجلت المعاد بالسبب ظروف صحية ونصيحة الأطباء أننا ما أسافرش مسافات طويلة لكن بنعمة المسيح فقارب وقت لازم نيجي وناخد بركة بنسويف وبركة نيافة أنبا غابريال وبركة كل الأباء والأحباء والمسؤولين هناك في محافظة بنسويف لأننا في السمينار كنا نتكلم عن الأسرة فأنا عايز أخذ التأمل في هذه الليلة في حديث عن الأسرة المسيحية الأسرة المسيحية تتميز بسلاس صفات رئيسية أو هي في منظور الكنيسة تلت صفات رئيسية أولا هي كيان متميز يعني كيان متميز الكيان ده هوت كيان إلهي وكيان بشري في نفس الوقت هو يجمعها الله ويحيا الزوجين ولأنها كيان بشري بنقول أن الأسرة المسيحية ليست ارتباط بين اتنين فقط الأسرة المسيحية ارتباط سلاسي أو رابطة سلاسية يسموها تريبل بونت بمعنى أنه هو وهي والمسيح وعلى هذا الأساس بنقول دايما أن الأسرة المسيحية تبدأ من عند المسيح وتستمر وتعيش بالمسيح وتكتمل وتصل إلى المسيح والثلاث تعبير دول تعبير مهمة أوي تبتدي من عند المسيح وتعيش بالمسيح لغاية ما توصل عند المسيح وده السبب أننا نقول أن الملمح الأول في الأسرة الإبطية أنها كيان فريد متميز متميز على أي تكوين شكل آخر من أشكال الأسرة الممكن نقرأ ونسمع عنه الأمر الثاني في الأسرة الإبطية أنها أيقونة الكنيسة وهذا تعبير تعبير القديس يحنى زهبي الفم وده تعبير أكثر من رائع يعني مثلا كنيسة اللي احنا فيها دهيت بعد ما اكتمل كل حاجة في الإنشاء كان فضل الأيقونات لو كنت تشوفها قبل الأيقونات وتشوفها بعد الأيقونات الوضع يختلف تماما فلما اخترت تعبير أيقونة الكنيسة يعني جمال الكنيسة فالكنيسة جميلة بأسرة اللي فيها وآيقونة الكنيسة زي ما احنا بنشوف أيقوناتنا في كنائسنا شيء رفيع الفن والزوء والكمال والتعبير أيقونة الكنيسة وينبغي أن تكون كل أسرة من أسرنا هي أيقونة في الكنيسة أيقونة سواء الأسرة اللي في الريف أو في المجتمعات البدنية أو الحضرية أو الأسرة في مصر أسرة في البلاد الخارج بصفة عامة في أي مجتمع يجب أن تكون الأسرة هي الأيقونة وهي الجمال بتاع الكنيسة المتوجدة فيها الملمح الثالث في الكنيسة في الأسرة أنها مصنع للقدسين صح كلمة مصنع دي كلمة يعني مش مشية في المجال الروحي لكن هي التي تعد القديسين هي اللي بتعد الإنسان السائر في طريق الله تصور كده من الكنيسة الطفل الصغير اللي بيبقى متميز يوصل يبقى شاب يبقى في إعداد خدام يبقى في الخدمة في دراسة جامعية بينجح بيتقدم بيتخرج بيشتغل بيبتدي يشوف إنسانة مناسبة وهي تنتظر إنسان مناسب تتقابل الإرادتين مع بعض ويبتدوا يكونوا هذا الكيان الذي يقدم قديسين سواء قديسين في نفسهم هم الاثنين أو قديسين فيما يعطيها الله من نسل وإلا تعالوا قلولي واحد زي مارمينة ما هو نتاج أسرة واحدة زي الستة جميانة قديسة دميانة نتاج أسرة قديس أساناسيوس ما هو نتاج أسرة قديس كيرلوس عمود الدين نتاج أسرة وقيسوا على هذا كل القديسين لغاية البابا كيرلوس نتاج أسرة حبيب جيرجس الأرشدياكون حبيب جيرجس نتاج أسرة وهكذا فالأسرة بالحقيقة هي مصنع قديسين وهي اللي بتعد كل إنسان للسماء ولذلك الحديث عن الأسرة حديث لا يمل بالسمرار له قيمته رأس ما لنا في كل أسرة هو أمانة الرجال وعفة النساء أمانة الرجال وعفة النساء زي ما هشرح باختصار شديد بعد كده في الأسرة زي ما قلت أن الأسرة المسيحية تبدأ من عند المسيح وتستمر وتعيش بالمسيح وتكتمل وتصل إلى المسيح طيب أترك لخيالكم كده دقايق فكر ويايا لو كان البيت من غير المسيح مفهوش المسيح أول حالة نلاقيها في البيت اللي مفهوش المسيح أن البيت يكسر الوصي عاشر عايش على هواه والبيت اللي من غير المسيح دهوت من غير الروح كأنه جسد بلا روح ومن هنا بتنشأ معظم المشكلات والمسيح اللي جوه البيت إن صار البيت يهمل وجود المسيح صار هذا البيت كاسر للوصي بيت ما بيفتحش إنجيل بيت ما لا يمارس أسرار بيت ليس له أبا اعتراف بيت مش عايش في الوسائط النعمة في الحياة الروحية هيعايش إزاي ولذلك تلافي جزء كبير من مشاكلنا أن نسترجع حضور المسيح جوه البيت جوه البيت أنا فكر قصة كان في اتنين بينهم خلافات زوج وزوجة بقى لهم ثمان سنين فقعدوا ده يشكي وده هي تشكي فسألتهم سؤال بتقروا الإنجيل في البيت بصوا البعض وبعدين قالوا كنا بنرى طب بتصلوا يا بعض بصوا البعض أو لو كنا بنصليوا يا بعض بقت كل حاجة كنا في الزمن الماضي اقترحت عليهم قلت لهم طب ايه رأيكم نجمد مشاكلنا وندي فرصة لنفسنا أن احنا نصلي ونقرأ الإنجيل يوميا لمدة شهر وخلاص وبعدها نتقابل نستقنف المشاكل ونشوف هنحلها ازاي سمعوا الكلام لحسن الحظ ومارسوا هذا التدريب وقبل ما يكتمل الشهر قالوا لي احنا مش عايزين نجيلك احنا خلص خلصنا الحكاية لما يسترجعوا حضور ووجود المسيح بلا شك الامر ده بيحفظ سلامة البيت نمرأ اتنين البيت اللي بدون المسيح بعيد عن السماء هو عاي يعيش عايقية أرضية هو بعيد عن السماء بعيد خالص يا ترى هو واخد باله لازم يبقى له نصيف في السماء طب هنعيش على الأرض ربنا يعطي العمر الطويل للجميع هنعيش على الأرض ثم ثم ماذا للسبب ده ان البيت الذي يغيب عنه المسيح او الذي يهمل وجود المسيح فيه هذا البيت ليس فكر السماء في باله معرفش لما بيجوا يصلوا يقولوا أبانا الذي في السموات بيبقى فكرهم فين او لما يجي الأب الكاهن في القداس يقول أين هي قلوبكم وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك مجغول بإيه وده نداء لكل أسرنا الأسرة الغير مجغولة بالسماء مش هتعرف تربي مش هتعرف تعيش في سلام هيبقى شكلها من برة ينطبق عليه المثل الشعبي المصري من برة هلا هلا ومن جوه يعلم الله ودي مأساة لأنها مأساة مضاعفة لو عندهم ابنين أو ثلاثة إزاي بيهملوا فيهم إزاي بيسيبوا السماء إزاي بيبعدوا بقى ليس لهم نصيب صورة تالتة أو أمر تالت أن البيت الذي بدون المسيح علاقاته مفككة والبيت اللي بالصورة دهيت اللي علاقته مفككة سواء بين هو وهي سواء هم اللي اتنين وبين ولادهم وبناتهم والأسباب متعددة هذا البيت كيف نسميه أسرة فين الأسرة فين الترابط اللي موجود فين العلاقة اللي ما بينهم وفك العلاقات دهيت مش بيجي بين يوم وليلة بيجي شوية بشوية بالإهمال في يوم ييجي المصر ييجي المصر ده يقعد ويزوجته ويا ابنه وفسحه ويروحه ويصرفه يعني يقضه وقت جميل جدا الولد دخل الجامعة لكن اتضبط وهو في أولى جامعة في قضية مخدرات فتبض عليه فقالوا الولي أمرك فالأم موقف عصيب استدعت زوجها بسرعة فالزوج جه من المطار على اسم الشرطة الزابط قاعد الولد قاعد وجه الأب الأب لما دخل سلم على الزابط وفي حالة انهيار إزاي ابني يعمل كده وبعدين سأل الولد وهو في حالة بقى غضب قال له يا ابني في حاجة انت طلبتها انا جبتهاش قال له لا يا باب قال له طيب في حاجة كانت نقصك فالوقت بص في الأرض وان رفع عينيه قال له اه فالأب في منتهى الغل والغضب رفع عينيه كده قال له ايه قال له انت تشاور على أبوه انت غيابك الاب سافر بيشتغل وربنا يبارك له في رزقه لكن ما نيسى حاجة مهمة ان العلاقات تفككت بينه بين البيت وده أمر ينبغي ان ننتبه له ولازم نحسبها صح نحسب الأمور اللي بنعيشها نحسبها من قياس صح مش عشان المكان ده بيديني عشر أروش والمكان ده بيديني بيديني تصور بشوف ابني ست سنين وبعد شوية سبع سنين ثمان سنين وعمل يكبر ويايا وإلا ما قيمة الأسرة ما هو اللي طالعين في الموضة الأيام دي قول لك رح تبنى عيل وخلاص طيب تبنى عيل لكن أحساسك بأن ابنك بيكبر قدام عينيك ثم الشيء الأهم أن في الأسرة ودي نعم الله للإنسان أن كل أب و أم عايزين ابنهم يطلع أحسن منه يطلع أفضل منه ممكن تلاقيه أب بسيط ويعلم ابنه تعليم راقي جدا وعايزه في مستويات عالية ما بيغيرش منه وعلى رأي ما بيقوله يشيل اللقمة من فمه من أجل ابنه من أجل تعليمه وده اللي بنشوفه كتير فالإنسان أو البيت الذي بدون المسيح في حال التفكك في علاقات مفككة والزمن بتاعنا بما فيه من أجهزة يساهم في هذا الضعف ولذلك ليجب أن تنتبه كل أسرة في ذلك الأمر إيه اللي في الأسرة عشان تبقى أسرة جيدة أسرة قوية واحد في مرحلة الطفولة ينبغي أن نغرس محبة البيت ومحبة أفراد البيت شيء مهم جدا أنا أحب بيتي حتى لو كان بيتي ده فقير حتى لو كان بيتي ده قليل ومن التعليم الجميلة المسلمة من الأجداد يعلموا ولدهم وولد ولدهم أنهم يقولوا العبارة دي بيتي أحسن بيت في الدنيا طب ليه عشان بيتي فيه بابا وماما نعلم ولدنا كده بيتي أحسن بيت مش عشان فيه تلاجة ولا مفوش تلاجة ولا عشان فيه قوضة زيادة ولا قوضة نقص مش ده ولا عشان البيت ده في الحي الفلاني مش الحي العلاني لأ لأن البيت ده فيه حاجة مش موجودة في أي حتى في الدنيا فيه بابا وماما فيبقى بيتي أحسن بيت والعبارة دي في التربية فيه غاية الأهمية بنكل ايه بنشرب ايه بنلبس ايه عايشين ازاي كل ده مش مهم المهم أن بيتي أحسن بيت لأن فيه بابا وماما ده نقطة مهمة جدا واحنا بالربي ولادنا بنغرس فيهم محبة البيت ومحبة الأسرة الأفراد الأب الأم الأخوات كبار صويا حسب ترتيب الابنة والابنة ونحتاج أن الطفولة بتاعت ولادنا أنها تكون طفولة شبعانة عايز أذكر لحضراتكم ما قيمة إن إنسان يقول لي جعان أجيب كده كارتونة وأرسم عليها رغيف جميل ولونه ولو تفضل خد كل مش ممكن مش ممكن هيشبع ولا هينفع حتى الأكل إحنا بنعمل كده وهي أولادنا طفل الجعان لازم أجيب له أيش سندويتش عشان يياكل بيشبع لازم أجيب له حاجة حقيقية وبالتالي في التربية في الطفولة يجب أن نصل إلى ما نسميه الطفولة الشبعانة شبعانة جسديا يقول لك فلندا عنده سوق تغذية سوق تغذية يعني عناصر الغذاء مش متكملة عنده لكن كمان فيه سوق تغذية روحية وفيه سوق تغذية اجتماعية يعني تصور البيت كده اللي بيعود التاريق على ابنه ولا بنته أنت عامل لي فنان أنت عاملالي بتفهمي العبارات اللي هي ملهاش معنى دهية اللي بتكسر النفس الطفولة الشبعانة الطفولة الشبعانة من الحب يسلم على البيت اللي ولاده شبعانين وبناته شبعانين ويطلع الولد كده يخرج للمجتمع شبعان متغزي البنت تواجه المجتمع وهي شبعانة فيش حد يلعب بدمخة خالص مهما يكون ولذلك أنا أناشط كل الأباء والأمهات في كل مكان احرص على أنك تشبع أولادك وبناتك احرصي يا ماما ويا بابا أنك تشبع أولادك وبناتك والشبع مش هيجي من التلفزيون والشبع مش هيجي من الحاجات الإلكترونية الجديدة اللويانة مش هيجي من الموبايل الشبع مش هيجي من الآيباد مش هيجي من أن أنا عندي لابو بقعد قدامه بالخمس ست ساعات بيقولوا أن في بلدنا هنا في مصر كل أولادنا وبناتنا بيقضوا حوالي ست ساعات يوميا على الأجهزة دي يعني ربع اليوم ماشي ويا هيشبع امتى ده ولذلك احرص في كل أسرة لكل أب لكل أم إنك تشبع ولادك وبناتك حقيقة الشبع لا يأتي إلا بالتواجد إلا بالحوار إلا ناخد وندي ويا بعض الشبع لا يأتي إلا أن إحنا نعود ناكل ويا بعض ونتكلم الشبع ما يجيش غير لما يكون فيه أنشطة بنمارسها سوا وأظنكم سمعتوا مني مرة القصة الجميلة ده هي المدرسة اللي بتسأل الأطفال يوم السبت بعد الأجازة عملته أمبارح في الأجازة فطفل كده تلت ابتدائي رفع إيده وقال رحت ويا بابا نصاد سمك فالمدرسة قالت له برافو أستاذ سمك بتحب السمك قالها لأ فطبعا كانت صدمة المدرسة قالت له لأ إلي أنت مش رحت ويا أستاذ سمك قالها لأ إحنا رحنا صح نصاد سمك بس أنا كنت فرحان أكتر إن أنا ويا بابا مسك في إيدي ومشي مش الحكاية سمك الحكاية إن أنا أبويا قاعد قريب مني وأعتقد للجميع إن هذا هو مفتاح الشخصية السوية الشخصية السوية اللي خدت جرعة كافية من أبوها وجرعة كافية من الأم يطلع إنسان سوي إن حصل إهمال هنا من ناحية الأب أو إهمال من ناحية الأم بلا شك الطفل ده اللي هصير إنسانا بعد كده هيبقى فيه كده حاجات مش كاملة فيه حاجات نقصة ويعالم بقى المجتمع هيعمل فيه بعد كده بحسب صوروف من يقابله قدم كل صور الحب وإعرف أن حقوق الطفل بحسب نص حقوق الطفل وصيقة حقوق الطفل الموقعة من الأمم المتحدة سنة 1990 في يوم 2 سبتمبر ومصر أحد الدول الموقعة عليها وضعت حق اللعب قبل حق التعليم يعني قالوا أول حق للطفل هو حق اللعب اللعب يلعب أو تفتكر اللعب اللي بيعود يلعبوه الإلكتروني ده أو الدجيتال لا اللعب اللي فيه تحريك لجسمه تحريك لحجائل اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا